وبكرة واستعد من خلالها إن شاء الله أو كبداية الاستعداد لهذه المباراة طيب في الحقيقة أنا عندي جزئية غاية في الأهمية وهي في إطار إيجابي إزاي ما إحنا ساعات بنرصد السلبي ومنتكلم عليه ومننتقده خصوصا لما يكون من وجهة نظارنا إحنا في نوع من أنواع غير أو عدم المنطقية تحديدا فبنطلع نقول لحضراتكم الكلام ده مش صحيح الكلام ده غلط لكن بصراحة أنا بحترم قوي اللي صحح غلطه قوي وبيزيد في نظر جدا جدا لو نفتكر الأيام أثبتت الأيام أثبتت بعد كلامة قال من سنتين إن الأهلي تلع صح وإن قدرة الأهلي تلعت صح وإن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان عنده نظرة مبعدية لما هو من الوارد حدوثه وإن إزاي يحافظ على الفرقة وإزاي يحافظ على قط اللبس وأنا الكلام هنا بتكلم ليه في الجزئية دي تحديدا لأن أنا أعرض لحضراتكم فيديو يعني فيديو أو صوت تحديدا للكابتن سيف زهر الزميل العزيز اللي بحترمه وبقدره جدا ده أمر مؤكد حتى لو منختلف في المواقف ممكن أنا من أكتر الناس اللي انتقاطه لكن أنا لازم أشيط به كل الإشياء ده النهاردة بعد ما أتكلم مبارح على موقف النادي الأهلي واعترف بخطأ تعالوا نشوف بس الفيديو الأول وبعاكيها هرجع علق على الكابتن سيف زهر لأنه بصراحة الكلام مهم وجايد جدا الأهلي الأهلي عمل ضربة البداية من سنتين من سنتين الموقف الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في أزمة أو في موضوع فتحي وشريف ورمضان وبالأخص رمضان ربنا يا رب شفي النهاردة وإن شاء الله بإذننا نتمن علي أخرج بالسلامة وقال حدد موقفك خلال ساعة ده أنا جاي لي رقم كذا الأهلي ليه سأف وأعلن الأهلي أنه هو أنه هو مش حيبوز قط اللبس وأنا أعلنت مرارا وتكرارا وما عنديش أي حاجة يعني أخجل منها أنا في الوقت ده في الوقت ده كان وجهة نظري إن لا لازم النادي الأهلي يحاول ما يسيبش فاتح يمشي ما يسيبش رمضان يمشي ولازم يعني يبقى فيه تحرق سريع لا الأهلي كان هو اللي صح الأهلي كان هو اللي صح كل ما بتقعد بتتعلم يموت المعلم ولا يتعلم وبتعلم حقيقة وده اعتراف على الهوى يعني بعد كده الأمور ابتدت أقراها بمشهد مختلف ممكن يكون الأهلي في التوقيت ده خسر لاعب خسر لاعب بس كسب قط اللبس بالكامل فكسب البطولات كسب قط اللبس بالكامل فكسب البطولات والحقيقة الأهلي هنا عمل ضربة البطولات الرجل ده في الحقيقة زاد في النظر الرجل محترم جدا لما يبقى فيه وجهة نظر هو قالها ودي وجهة نظر حتى لو احنا اختلفنا معاه كتير جدا فيها وانتقضنا بشدة لكن لما يعد الوجهة نظر ويعترف بخطأ إذن الرجل ده رجل محترم فأنا عجبني جدا كلامه مبارح والأهم بالنسبة لي أن الأيام أثبتت أن إدارة النادي الأهلي والكابت المحمود الخطيب كان لهم رؤية واضحة ومهمة وبصين للمستقبل وكانوا واسقين أن الأهلي يقدر من غير رمضان ومن غير فتحي ومن غير غيرهم عبدالله شريف أي حد ماشي مع كامل احترام للجميع يقدر أن هو يفوز ويقدر أن هو يحقق ألقاب ليه لأنه ده النادي الأهلي أي لعيب يتمنى أنه يكون موجود معا انتقضنا الكلام اللي كان بتقال ساعتها ولو رجع بنا الزمن كنا هننتقده لكن في نفس الوقت لما يبقى الكلام إيجابي بالشكل ده إذن لازم نشيد وهو ده الترند الإيجابي اللي لازم نتكلم عنه إحنا مش هدفنا أننا نطلع نتكلم على سلبيات ونقعد نهاجم وندافع وكلام من ده عن النادي الأهلي لأ لما يبقى فيه حاجة إيجابية لازم نقف عندها ونقولها فكلام محترم جدا من كابتن ناسيف زاهر والأهم أن دايما الأهلي بيدي دروس الأهلي بيدي دروس لكل الأندية والأهلي قدر فعلا أنه هو يحافظ على قط اللبس بعد كده إيه اللي حصل الأهلي ما شاء الله لقوة إلا بالله بياخد ألقاب قد كده الأهلي ما شاء الله لقوة إلا بالله كل بطولة بياخدها بيكسبها أو كل بطولة بيدخلها بيكسبها إلا مناظر يعني دوري واقع منك كاس ده وارد لكن الأغلب إيه 90% من البطولات بتشارك فيه عملت إيه بعد القرارات دي بعد الحكمة في اتخاذ مثل هذه القرارات إن الخط الناتج اللي أنت عايزه وهو الأقل فدي جزئية مهمة جدا في الحقيقة ويعني عايزة حي إدارة النادي الأهلي والإدارة الخاصة بالتعقدات والجملة الشهيرة بتاعت أمير التوفيق لما قال رمضان صبح يساعة وترد إحنا مش بنتقارن مع حد هو ده فعلا النادي الأهلي والأيام فعلا أثبتت صحة هذا الموقف ده فيما تعلق بالجانب ده طيب